أطلقت وزارة تخطيط وتنمية الاقتصادية فعاليات لقاءات اللجان التنفيذية المسؤولة بجميع المحافظات عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فتأتي المبادرة متسقة مع استضافة مصر لمؤتمر كاب 27 بشرم الشيخ فتستهدف المبادرة نشر الوعي المجتمعي حول التحديات الخاصة بالتغير المناخية وقدرات التكنولوجيات الحديثة ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات وربطها بجهات التمويل وجد بالاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج